نبقى في الشأن الطبي حيث يحتفل العالم من الأول وحتى السابع من أغسطس من كل عام بأسبوع الرضاعة الطبيعية لما لها من أهمية عظيمة للأم وطفلها في التغييط الطبيين استعرضوا بعضا من الفوائد الطبية والغذائية لرضاعة الطبيعية يولد الطفل ومعه غذائه تحمله الأم بين ثنايا قلبها وصدرها ليتدفق غذاء سائلا غنيا بكل احتياجات الطفل من البروتينات والسكريات والمعادن والسوائل ويكون أولا مادة كثيفة غنية بالبروتينات قليلة الدسم سهلة الهضم وغنية بأجسام مضادة تكافح الأمراض تعرف باسم اللبأ وتعمل على تقوية جهاز منعات الطفل وبعد أربعة أيام من الولادة تتعدل مستويات هرمون البرولكتين الذي يحفز جسم الأم على إنتاج الحليب بكميات غزيرة لترضع طفلها ويكون غذاء كاملا وكافيا لصحة الطفل فمهما بلغت تقنيات شركات تصنيع الحليب فلن تستطيع إنتاج حليب ذي تركيبة مثالية كحليب الأم الذي يحتوي على مئة نوع من العناصر الغذائية التي تفي باحتياجات الطفل وبكميات تتناسب وعمره ومراحل نموه المختلفة وهذا ما أكدت عليها الدراسات الطبية حيث تقدم الرضاعة الطبيعية للطفل التوازن الأمثل في العناصر الغذائية التي تعمل على تقوية النظام المناعي وتقلل من خطورة الإصابة بالأزمة الربوية والحساسية والمغص والوزن الزائد والإسهال والتهابات الأذن والرئة كما وتساعد الرضاعة الطبيعية الطفلة على هضم العناصر الغذائية والتقليل من خطورة متلازمة الموت المفاجئ وللرضاعة الطبيعية تأثير إيجابي كبير على صحة الأم فمعها تتحسن الحالة النفسية وتتمكن من تجاوز اكتئاب ما بعد الولادة وتساعد الرضاعة الطبيعية الأم على إنقاص وزنها وتقلص الرحم سريعا والحماية من سرطان الثدي فقد أثبتت الدراسات أن نسبة الإصابة بمرض سرطان الثدي قد تدنت بنسبة 32% لدى النساء اللواتي قمنا بالرضاعة الطبيعية لأكثر من سنة كما ويعمل هرمون الأكسيتوسين الذي يفرز في الدم أثناء عملية الرضاعة الطبيعية على بث الراحة والطمأنينة والتقليل من القلق والتوتر التقرير الطبي لأخبار الدار